بالله الرحمن الرحيم الموضوع الارتفيشل ستارتينج سيليوشين ده اتجاه مختلف شوية عن اللي احنا شرحناه بالنسبة للنيموريكال سيليوشينز فقالنا النيموريكال سيليوشينز لها عدة طرق من ضمنها طريقة السيمبيليكس واتفقنا طريقة السيمبيليكس عشان تحل بيها نيموريكالي يبقى انت لازم يكون عندك الكنسيرينز كلها واخد علامة أقل من أو يساوي ده افضل وضع لهذه الالجوريث عشان تشتغل بضقة وتتأدي الى نتائج سليم طيب في حالة وجود بعض الكنسيرينز مش مش كلهم أقل من أو يساوي لكن بعضهم خد equal sign أو خد greater than sign ففي الحالة دي الاثنين كنسيرينز الجوداد اللي هم خدوا equal greater than بنحط عليهم أو بيتميزوا بوضع ما يسمى بالartificial variable artificial variable هي variable إضافية بتساعد إلى الحل ولكن في النهاية قيمتها كسليوشن فاينل أو كفاينل سليوشن بتبقى قيمتها الساوي صفر وبالتالي هي في نهاية المسألة مش بيبقى لا أي قيمة ولكن هي وضعت في أول المسألة عشان فقط تسهل الأمور في البداية كعمل مساعد للحل يعني نقول for the linear problem in which all the constraints are of type less than or equal with non-negative right-hand sides the slack offer a convenient starting feasible solution يبقى المسألة اللي فيها أهل من أو يساوك constraints والright-hand side بتاعنا positive مش negative فالstarting basic solution بتاعنا هيكون عبارة عن استخدام slack variables وبعدين مسألة بتطور زي ما شفنا قبل كده حتى إن إحنا ننتهي من نجيب قيم decision variables اللي إحنا ده الهدف الرئيسي من المسألة طب في حال the most common procedure for starting linear programming problem ذات ضل don't have convenient slack في علامة greater than or equal أو في علامة equal نفسها موسيقى نستخدم ما يصدر به artificial variable طب إذا نستخدم artificial variable في الحالة ديت طبعا نحن نؤكد إنها تبقى artificial variable في حالة greater than or equal وعالة or equal فقط فالتصف نحن نقول الطريقة اللي نستخدمها الطريقة منسميها Big M Method أو M Method أو M Method هي بقى موضوع M Method M Method Starts with learning programming in the Standard Form بأن standard form رئيسي لنبدأ بها المسألة بس هنا standard form سيطول بعض التعديلات الطفيفة على أساس يناسب هذه الكاتيجوري من السلوشة For any equation I That doesn't have a slack في المعادلة اللي مفيش فيها بمعنى إنها ككونسترينت مكانتش أقل من أو يساوي كمام هي كونسترينت greater than for equal أو كونسترينت equal صريحة دي معادلة معينة We augment an artificial variable RI فبالطر نحن نحط artificial variable في المعادلة دي من سميه RI فلو كانت المعادلة دي رقم واحد يبقى اسمها عندنا R1 معادلة رقم اثنين هي تبقى R2 معادلة رقم ثلاثة هي تبقى R3 وهكذا بالنسبة للartificial variable Such a variable then becomes part of the starting basic solution فبعد كده بناخد هذا الartificial variable وندخله داخل مجموعة مين من مجموعة البيزي يبقى احنا Big M method بتفترض ان المكنسترينت الواضع أكبر منها ويساوي والواضع يساوي بتحطي لها artificial variable والartificial variable بيبقى جزء من الحل الابتدائي للمسألة we assign them a penalty in the objective function to force them to zero at the at a later iteration in the simple xml فده ما احنا عارفين في الoptimization techniques لو عندك x1 و x2 function فيها x1 و x2 وعايز ان ال x1 دي قيمتها تبقى optimum أسرع من x2 يعني تصل الى القيمة المسألة لها أسرع من x2 فبتضطر تحط في الobjective function معامل لهذه هذا الـ variable كبير أكبر من المعامل بتاع الـ x2 اللي هو ثاني معامل يعني أو ثاني variable سوري ثاني variable بعد كده الpenalities اللي احنا بنحطها على أو بنحطها في معادة الobjective function بتتتحطي ازاي انتبقنا ان انا بجيب الartificial variable وأحاول ان انا يخليه يعني زي ما يقول ايه يموت بسرعة فلو يموت بسرعة فبحط قدامه معامل M وM ده رقم كبير في حيث يبقى ايه انا استطيع ان اتخلص من الـ artificial variable بسرعة هو عيساعدني في الاول الحال بس بعد كده يعني حقضر بيه وخلي قيمته في النهاية فاخر المسألة تصل الى zero فبالنسبة ليه المسألة اللي هي optimization problem فيها maximization فبينيجي على معادلة الـ objective function ونحط على حسب الـ variable artificial مثل لو R1 احط قدامه M R1 بس احطها بالسالب لو كنت بعمل maximization للـ objective function وحطها بالموجب لو كنت بعمل minimization للـ objective function يبقى هنا هيجي على معادلة الزد وهزود هي إما minus MR1 for example أو أقول plus MR1 minus MR1 لو كنت بعمل الـ objective function دي maximization و plus MR1 لو كنت بعمل لها minimization بعد كده بحاول أننا أفورس الـ R أو artificial variable كلهم أن يبقى قيمهم الصفر طبعا مش مرة واحدة ولكن واحد ورد ثاني كده لغاية ما انتهي منهم وما انتهي منهم وما انتهي منهم بدأي أن المسألة خلصت على هذا الوضع فيها artificial variables بصفار وظهر عندي بديلا لهم اللي هي decision variables دا مثال على الـ Big M مثال فأزيدني من المائز function من المائز function z equal 4x1 plus x2 ويصبجتي لي ثلاثة كون السرينز واحد منهم 3x1 plus x2 equal 3 واحد منهم 4x1 plus 3x2 greater than 6 واحد x1 plus 2x2 less than 4 وطبعا x1 والx2 positive دايما أو 0 فبنقول x1 وx2 greater than or equal 0 هتلاحظ الكون السرينز زي انا فيه حاجة جديدة علينا في المثال ده equal والاكبر منه فدولة اللي هم هيبقى لهم ملحق ان احنا نحط عليهم artificial variables فالstandard form في الحالة دي بالنسبة ليه الكون السرينز اول خطوة هنعملها الاولاني كان equal فبالتالي هيكتب equal زي ما اوه دون اضافة خلي بالك دون اضافة ولا slack ولا سير بلاس variable ولازم الاول نستعين ب السلك والسير بلاس variable في وزن standard model اول معادلة كان فيها equal واتفقنا ال equal ولا بحط slack ولا بحط artificial التاني معادلة كان فيها greater than زي ما فيها greater than يبقى محتاج اضيف surplus variable اللي بقى اسمه ايه الاكس ثري يبقى الاكس ثري ده surplus variable المعادلة التالتة كان فيها slack لان كان فيها equal less than or equal فاعدت هنا slack variable اسمه x4 ده اول حاجة لها اضافة slack والسيرفلس و هنا يبقى عندنا اربعة variable الاربع variables كلهم بما فيهم الجداد لازم يكون اربع منها وساو سفر والobjective function ما حصل لاش لسه تعديل اخشى من المعادلة بتاعة الزد هتلاقي انها فيها ام اروان و ام ارتو مجموعين عليها فانا اخشى ان يطلع اروان و ارتو لها قيم وبالتالي هتتضرب في ام و تيجي تخلي المنوزيشن ده قيمته تتغير بس قبل ما كمل بقى اقولك طب الام دي قيمتها كام عطاها كام الف عشر تلاف خمسة اثنين ما اللي احنا بنقول عليه انها مش رقم ولكن هي value value بتكون عبارة عن value موجابة كبيرة فby definition m is big enough positive number كمته كام متسألنيش هنخليها ام زي ما هي كده مش هنعوض عليها برقم يبقى ام هتكون في المسألة ام زي ما هي دون التعويض عن رقم مشكلة سموها البيج ام method خدت اسم بتاعها من هنا ام method وبيج عشان الام دي لازك تكون رقم كبير وليه رقم كبير عشان فورس الار وان والار تو طالما تحطنا قدامها رقم كبير انها تتقل بسرعة وتصل الى zero في اسرع وقت ممكن فده اللي هو التكنيك بتاع المنميزيشن المعروب فمعادلة بالشكل ده أنا بقى خايف من ايه ان ر ار او ار او او ار او او تطلع قيمهم مش بصفر وبالتالي اصروا على كيمة المنميزيشن في الجدول ده اللي هي ماينس ام و ماينس ام احاول ان اخليه مصفار احاول ان اخليه مصفار عشان المعاملات دي لما اجي اولي الزد والمعامل بدل ماينس ام هنا احاول اخليه صفر واضربه في ارون مهما تكون كمس ارون هيبقى القيمة النهاية بتاعته بصفر هو اه الارتو اللي هنا اللي بعدها على طول بالمناسبة دي ارتو مش ارون يعني هي غلطة مطبعية بس فالصف العمود اللي اولان ارون والعمود التاني ار اثنين العمود التاني ايه ار اثنين فانا هحاول ان يعني ايه يبقى العمود التاني ده فيه ار تو تمام اه هحاول ان اخلي تحت الاروان والارتو تحت الاروان والارتو هحاول اخلي صفار طب انا اخلي النايس ام صفر ازاي ما انا عندي فيه يعني في الرياضة حاجة تقولك ايه لو انا عندي معادلة ومعادلة تانية انا ممكن اجمع معادلتين اضرب معادلة واجمعها مع التانية طب اما بحل يبقى اقدر اعمل عملية جمع معادلات وطرح معادلات والقصة دي كلها فانا اللي هيحصل لو عاوز اخلي النايس ام دي بزيرو فاجعبوس اقولك طب تعالى مع المعادلة بتاعت الاروان لو جيت دربتها كلها في ام معادلة بتاعت اروان دربتها كلها في ام وجمعتها على الاورينية هتخلص من ده لكن مش عادر اتخلص من اللي بعدين اللي هو ماينس ام دي فاتخلص منها ازاي ان اجعل معادلة بتاعت ار اتنين واضربها هي نفسها في ام اجمعها على ده هيدينا هنا ايه ام وماينس ام يدينا النتيجة انها ايه زيرو لكن باقي المعادلات هتتغير باقي المعاملات هتتغير يعني النقص اربعة مش تبقى نقص اربعة والنقص واحد مش تبقى نقص واحد ولا هتبقى كام هتبقى هنا نقص اربعة وهيجي لنا تلاتة ام واربعة ام بسبع ام يبقى نقص اربعة زائد سبع ام هيكون بدل للنقص اربعة هنا وهنا هيكون نقص واحد زائد ام زائد تلاتة ام يعني ناقص واحد زادة ارباع ام هنا سيكون ناقص واحد ناقص ام سوري لانه ستبقى زيره هنا وهنا ناقص ام او ام فيه ناقص واحد هنا ستبقى صفر صفر وهنا سيبقى صفر وهنا سيكون عبارة عن ايه التلات ستدريف في ام والست ستدريف في ام اجمعهم يضيق تسع ام يبقى لا اول حاجة ستعملها بعد انشاءت هذا الجدول الاولان انك تتخلص من المعاملات اللي تحت r1 و r2 شوف بقى هنا في ايه وهنا في ايه وحاول تتخلص منهم بالاستعانة بالمعادلة بتاعت r1 والمعادلة بتاعت r2 فبنقول ان u زد رو المعادلة اللي انا هتطبقها تساوي ال old زد رو اللي هي موجودة عندنا هنا زايد ام في r1 رو زايد ام في r1 رو زايد ام في r2 رو حاجة هنا هنتخلصنا من المعامل ده خلنا صفر وصفر وضايرنا شوية حاجات نكتبهم او اتس بيبت كولم كوفيشن بتاعنا نقص 4 زايد 7 ام ده اتس بيبت كولم كوفيشن هنجيب نقص وبعدين نفتح قوس اتس بيبت كولم كوفيشن نقص 4 زايد 7 ام هلتبضغط باي نيو بيبت رو حيديك ايه الارقام ده لو جمعت ده وده حيديك ايه بالنسبة لي نقص 4 زايد 7 ام ده اول حاجة في زد رول كورنت اللي هو في الجدول اللي فات هيتجمع علينا هنا اربعة ناقص 7 ام هيددينا زيرو النتيجة ثم بعد ذلك واحد زايد 5 ام على ثلاثة ناقص ام اربعة ناقص 7 ام على ثلاثة زيرو زيرو وبعدين اربعة زايد 2 ام ده نيو زد رو اللي هو مفروض هيكون في جدول رقم اثنين او كتبنا يبقى نيو زد رو في جدول رقم اثنين هتكون فيه المعاملات دي بالنسبة ليه النيو بيبت رو اهو زي ما هو اه اللي هو ده هو بتاع الـ واعدين الصف جديد بتاع الـ اهوت الصف جديد بتاع الـ بنفس الطريقة اللي حسبنا بها الصف بتاع الزد اللي هي المعادلة بتقول لك نيو رو يساوي الـ رو مينس اثنين بيبت كولوم كالفاشن ملتبلائد باي النيو بيبت رو هنا بعد ما عملنا الجدول ده اصبح كل القيم اللي فيه موجودة نيجي على الـ عشان نعمل الاربع حاجات الـ البيبت رو الـ البيبت رو الريشيو النيو بيبت الليبنج باريو عفوا فالاربع حاجات ده اشتملوا جدول رقم اثنين هتيجي على الصف بتاع الزد بداية وتشوف المعاملات الموجبة فيه هتلاقي 1 زائد 5 m على 3 ده for sure موجب minus m is for sure negative 4 minus 7 m على 3 for sure negative يبقى ده رقم الموجب الوحيد ونحن قلنا القاعدة ان انا بختار الموجبات ومن ميزيش اختار الموجب الكبير فانا هنا عندي لتحت x2 العمود لتحت x2 بعدين لما اختارنا هذا العمود يبقى ريش بتاعتنا هتكون 1 على 1 على 3 يعني 3 2 على 5 على 3 يعني 6 على 5 6 على 5 يعني 1.2 و 3 على 5 على 3 يعني 9 على 5 1 8 10 بعدين 1 8 10 1 2 ثم هنا 3 طبعا اقل حاجة اللي هي 1 2 اللي عندي النقطة دي وده البيبت روب بتاعنا ده هيبقى البيبت روب بتاعنا اللي هو الصف بتاع R2 طيب مين يليب الجدول بقى يبقى R2 لازم يخرج من الجدول ويجي مكانه X2 خلي بالك دلوقتي الجدول اللي فات خرجنا R1 معنى كده انه راح الى مجموعة الـ يعني كيمته بقى صفر مرة اللي هنخرج R2 من مجموعة البيزيك عشان يحل محلها X2 يعني معنى R2 هتروح الى مجموعة البيزيك يبقى برضو قيمته هتكون صفر يبقى انا كده ما اتأكد ان R1 و R2 بصفار والجدول اللي بقى X1 و X2 موجودين فيه وبنفس الـ سيكون X1 و X2 هنيجي نقول طيب احنا طلعا ما جبنا X2 هنا هنحسب له New Bivet Rho بنفس القاعدة New Bivet Rho يساوي Current صف جديد بالنسبة X1 صف جديد بالنسبة X4 بعد كده ما عملنا الكلام ده هل احنا خلصنا اه انصحي عندنا X1 و X2 بعد ما جبت كل القيام الموجودة في الجدول هنا بس لسه الجدول فيه شغل ليه لان عندك 0 0 وفي هنا 5 موجب وهنا 8 ناقص 5 M على 5 ده For sure negative و ناقص 1 زي 5 M على 5 Is For sure negative يبقى ده رقم ده رقم سوالب رقم ده موجب يبقى اذا لسه شغل طالما فيه رقم هنا موجب يبقى فيه شغل لسه بحس لانا بعمل عملية Minimization بعد كده باقي اقول طيب البيبترو بتاعنا هيبقى عبارة عن الصف بتاع X4 لي بقى لانا هنا بقول ratio بالنسبة X1 يكون 3 5 على 5 يعني 3 وبالنسبة X2 يبقى 6 على 5 على 3 على 5 مستبعد لانه ثاني بعدين بالنسبة X4 هيبقى 1 على 1 يعني 1 يبقى أقل 1 هنا اللي هو X4 هيبقى دا اللي احنا اختاره ها دا لانا اختاره يكون البيبترو بتاعنا اختارنا دا بيبترو هنيجي نقول طيب اول ما بنروح للجدل اللي بعدي هنختار النيو بيبترو ان انا اجيب البيبترو بتاعنا دا بعد تحديده وقسمه على البيبت المت هنقسمه على واحد اي حاجة تتقسم على واحد تطلع نفسها في الحالة النيو بيبترو سيكون فيه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دا اللي النيو بيبترو بتاعنا 0011 1 1 1 1 وبعدين بعد النيو بيبترو هنجيب صف جديد للز صف جديد للx1 صف جديد للx2 بنفس الطريقة القانون بيقول اي واحد من التلاتة دول رو يساوي الكرانترو نايس افتح قوس اتسباب الكلام كافيشن افد القوس ملتبلايت باي النيو بيبترو فحيديك الارقام اللي هي موجودة قصاد z قصاد x1 وقصاد x2 طيب دا الجدول اللي احنا بصلنا لدوله حتى هذه اللحظة الجدول دا القيم اللي فيه صفر 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 بعدين لانك 7 نايس 6m على خمسة لفورشور نايس نايس 4m على خمسة لفورشور نايس بعدين نايس واحدة لخمسة نايس لفورشور وبالتالي مفيش فرصة انك تروح لجدول جاي بعد كده وفي نفس التوقيت عندك x1 وx2 موجودين في البيزيك جروب بتاعتك وR1 وR2 مع السلامة راحوا الى البيزيك جروب يعني معنى كده R1 ب0 وR2 ب0 وكده المسألة خلصة على الجدول ده ومن هذه المسألة يبقى قيمة الزد 17 على 5 قيمة x1 ب2 على 5 قيمة x2 9 على 5 قيمة x3 ب1 طيب ايه بقى دولة الثلاث حاجات او ثلاثة باريب اللي احنا نقدر نجيب بس في ثلاثة ثانية في R1 0 R2 0 وال X4 طبعا مش متوقع بانا هنا في مجموعة basic يبقى ايه راح الى مجموعة non basic يبقى قيمة X4 ب0 ده سلوشن بتاع Z 17 على 5 X1 ب5 X2 9 5 X3 1 ملاحظة جميلة جدا ان احنا على الرغم ان احنا هحطينا M ومحطينا لاش قيمة عددية الحل بتاعك طلع independent M وده المزبوط يعني الحل هنا لابد ان ميبقاش فيه M ظهر خالص ولا في Z ولا في variable الذي جبته M يجب ان تظهر فيه واحدة من دول ميبقاش 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 حل خط خمسة كل واحد يطلع لحد فعش كده بيقولك عشان نبقى العملية موحدة يجب انها تعاوض عن قيمة M برقم فهنا بيقولك مثال لو انت خدت المسألة Z equal point two x one plus point five x two وخدت M بعشرة حلت المسألة يطلع لك Z point nine five x one 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 يبقى ديل فوردية الاولانية واحد خد M بعشرة لو خد M يساوي nine 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 zero 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 يبقى لك هنا ان المشكلة is M dependent كلما خدت M بقيمة كلما ممكن يطلع لك حل فعش كده نتلافع هذا الموضوع ان احنا نقول ايه نقول احنا بنخلي M زي ما هي ونحل المسألة وفي الآخر لازم يطلع solution M independent يجب أن تظهر في الحل في أي صورة سواء في الvariable أو في الـ